موسيقى موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام الى نشرة اخبارية من قناة المكلة المحلية والبداية نستهلها بأبرز العنوين محافظ حضر موجرع اللقاء الموسع بين السلطة المحلية واجهتها الرقابية ونظمات المجتمع المدني والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مقتل جندي واصابة ثلاثة اشتباكات عنيفة بين المنطقة العسكرية الاولى وعناصر تنظيم القاعدة بشبابة حملة ميدانية لاستعادة خطوق اراضي موظفي شركة النفط بساحل حضر موت من البخالفين والمعتدين موسيقى اهلا بكم وجه محافظ محافظة حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء روكين فري سالمين البحسني وزارة المالية بالمحافظة بصرف مستحقات المعلمين والمعلمات في القطاع التربوي والتعليمي في ساحل ووادي حضر موت لشهر يناير من العام الجارية وعلى ان تصرف مأبالك عهدى على مكتبي التربية والتعليم بالساحل والوادي والذي يطالب بها المعلمون على ان تقيد تلك المبالك عهدى على المكتبين وتستعد عند وصول المستحقات المالية من وزارة المالية واكد المحافظ ان هذا الاجراء يأتي تقديرا لجهود المعلمين والعملين باغطاع التربية والتعليم وعرفانا بعطاءاتهم في هذا الحقل المهم ودورهم البارز في تربية الاجيال وتعليمهم علما بان هذه المستحقات يتم متابعتها لدى وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء لجميع موظفي وزارة التربية والتعليم الا ان المحافظ البحسني استثناء المعلمين في حضر موت تقديرا لمكانة المعلمة وكان المحافظ البحسني وجه نهاية العام الماضي بصرف استحقاق مالي لشهر واحد للمعلمين تقديرا لمكانة المعلمة رعى محافظ محافظة حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فاري سالمين البحسني صباح اليوم اللقاء الموسى مع السلطة المحلية والاجهزة الرقابية والمجتمع المدني الذي اقيم بالمكلة والذي نظمته الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة وفي اللقاء الذي اقيم تحت الشعار متحدون لمكافحة الفساد ألقى محافظ حضر موت كلمة أشار فيها إلا أن هذا اللقاء يعد حدثا مهما في المحافظة ومؤكدا بأن حضر موت التي هزمت الإرهاب قادرة على هزيمة الفساد ودك أوكاره ومحاربة الممارسين له وأن أي تأخف محاربته ستكون تائجه سلبية على مسيرة البناء والتنمية وسير عملية الاستثمار وجلب رؤوس الأعمال إلى المحافظة كما ألقيت خلال اللقاء كلمة من قبل رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلال أوضحت فيها بأن هذا اللقاء يأتي تزامنا مع افتتاح أول فرع للهيئة منذ تأسيسها بمحافظة حضر موت لكونها كانت النموذج الأمثل في إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة ودعم جاهزيتها لأداء مهامها في ضرف استثنائي يمر به الوطن وتم خلال اللقاء استعراض ورقة عمل للتعريب مهام واختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أشهد محافظ محافظة حضر موقع إذا المنطقة العسكرية الثانية لواء روكينفاري سالمين البحسني خلال زيارته النقطة الصلب شمال مدينة المكلة باليقضى الأمنية العالية للجنود المرابطين بها وما يقومون به من ضبط العديد من الممنوعات ومنع دخول الأسلحة وسط المدينة وقال المحافظ أن الانضباط والعمل الدؤوم والمسؤولية التي يستشعرها جنود نقطة الصلب وحسمهم الأمني حققت نجاحا دفع بهم إلى الأمامة ووجه محافظ حضر موت بصرف مكافأة مالية لكافة أفراد النقطة تقديرا لجهودهم القيمة هذا ويذكر أن نقطة الصلب تعتبر البوابة الشمالية لعاصمة حضر موت مدينة المكلة وحققت مؤقرة إنجازات أمنية في ضبط الممنوعات وفي سياق منفصل أشاد المحافظ البحسني بمستوى الإنجاز في بناء جسر المعابر بمنطقة المعابر بمديرية حجر غربي مدينة المكلة وقال محافظ حضر موت أن العمل يجري على قدب وساق في إنجاز الجسر وأنه يتابع شخصيا إنجاز هذا المشروع الحيوي لأبناء مديرية حجر مثمنا لجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بالمديرية بقيادة مديرها العام المحامي أنور الشادلي ومجموعة العمود اليمنية للمقاولات وكافة العاملين والمساهمين في إنجاز هذا المشروع الحيوي المهم الذي سيره معاناة أبناء مديرية حجر والمديريات المجاورة لها أثناء مواسم هطول الأمطار وتدفق السيولة وأشار المحافظ إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنجائية وفتح الجسر أمام مركبات المواطنين خلال الأشهر القليلة القادمة اطلع محافظ محافظة حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء روكينفارج سالمين البحثني على سير الدورة التأهيلية الأولى الإعلامية المنطقة العسكرية الثانية بمدينة المكلة وحث محافظ حضر موت مشروع الدورة والمتدربين على الاستفادة القصوى من الدورة التأهيلية بما يقدم القدرة على مواجهة الأفكار المنحرفة والمضللة مضيفا أن أعداء الوطن كثيرون ويعملون ليلة نهار في نشر الإشاعات والأكاذيب بهدف إقلاق السكينة العامة التي تنعم بها مدن ساحل حضر موت مشددا على التحلي بالصدق وضحض الأحبار المفبركة ومساندة قوات المنطقة العسكرية الثانية في أداء مهامها تشن وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضر موت الأستاذ جمال سالم عبدون المرحلة التدريبية الرابعة للمعلمين والمعلمات المتعاقدين بمدارس ومجمعات ورياض أطفال مدريات محافظة كافة وخلال جولته التفقدية لسير أعمال الدورة التدريبية بمجمعي بلقيس وفوى للبنات بمديرية مدينة المكلة أكد الوكيل عبدون على أهمية هذه الدورة النوعية التي تأتي تتويج للمراحل الثلاثة السابقة وتموسى الأنشطاء التدريبية لجميع المقررات الدراسية وتستهدف أكثر من خمسة آلاه متعاقد ومتعاقدة يقوم بتدريبهم أربعمائة مدرب يتلقون خلال الفترة من السادس والعشرين من يناير الجاري وحتى الحادي والثلاثين منه وتحتضنهم أربعمائة قاعة تدريبية بمدريات المحافظة ويشرف عليها ميدانياً خمسة وأربعين مشرفاً وفي ختام جولته التفقدية أشاد الوكيل عبدون بانتظام والتزام والحرص على الاستفادة من الأيام التدريبية وما لمسه من أداة تطبيقه لبعض المعلمين والمعلمات المتعاقدين الذين قدمون نماذج من الحصص الدراسية بعد تلقيهم لهذه المراحل التدريبية المهمة والنوعية المتطورة أكدت مصادر محلية عن مقتل جندي تابع لأمن شبام وإصابة ثلاث أشخاص من الأمن وتنظيم القاعدة إثر اندلاع اشتباكات عنيفة صباح اليوم بين القوات المنطقة العسكرية الأولى ومسلحين تابعين لتنظيم القاعدة في مديرية شبام وقالت المصادر أن الاشتباكات تزامنت مع انفجال لقم قامت بزراعته عناصر القاعدة في الطريق العام لمديرية شبام الرابط لعدد من مديريات الوادي وأضافت المصادر بأن عناصر القاعدة رفعت عدد من الأعلام السوداء في وسط الطريق العام بسدة شبام وتشهد مديريات وادي وصحرائي حضر موت انفلات أمني تعرضت خلاله للعديم من القتل والعمليات الإرهابية أكمل السفينة أميرة عدن شحنة حمولتها المقدرة بنحو 6300 طن متري من الديزل والتي توجهت اليوم إلى ميناء المكلة ضمن المنحة السعودية لدعم المشتقات النفطية في البلاد والذي يقدمه البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن وقال مسؤول في المنحة بأن سفينة ستفرغ هذه الحمولة في المخازن المخصصة للبرنامج السعودي لتوزيعها على محطات كهرباء محافظة حضر موت والمهرى وشبوة ومأر والجوثة هذا وأبرزت هذه الجهود في تحسين استمرار التيار الكهربائي في المحافظات المحررة الخاضعة تحت سيطرة الشرعية مما عكس إيجابيا لحياة المواطنين وتحسين من عمل الشركات الاستثمارية والاغطاعات الخدمية في المحافظات وإنهاء المشاكل التي كانت تعيق العمل في هذه الغطاعات الهمة والحساسة نفذت صباح اليوم اللجنة النقابية بشركة النفط بساحل حضر موت بالتنسيق مع المساحة والتخطيط وأمن منطقة بويش روكوب نزول ميداني لإزالة المخالفين المعتدين على أراضي عموال موظفي شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضر موت بمنطقة جو المسحى بالمكلة وخلال النزول أوضح رئيس اللجنة النقابية بالشركة النفط بالساحل سالم باحثا أن هذه الحملة تأتي بساحل ومتابعة حثيثة من قبل مدير شركة النفط بالساحل ومدير مكتب أراضي وعقارات الدولة في استعادة أراضي العمال والموظفين التي اعتدى عليها المخالفين بدوره قال مدير المساحة والتخطيط بمنطقة بويش روكوب المهندس عادل جبران أننا سنعطي جميع المخالفين الذين اعتدوا على الشوارع والأراضي التابعة لعمال وموظفي شركة النفط مهلة لمدة أسبوع لتقديم إثباتاتهم إن وجدت ومن ثم سنتخذ الإجراءات القانونية والاستعانة بمكتب الأشغال ومركز أمر روكوب نفذت مؤسسة حجر التنموية يوم أمس في مركز الجو العاصمة مديرية حجر بشراكة مع السلطة المحلية بالمديرية دورة إعلامية في مجال الإعلام الاجتماعي وقضايا المناصرة في حضور مدير عام حجر المحامي أنور الشاذلي وفي الدورة التي شارك فيها نحو ثلاثين مشارك مشاركة أعرب المدير العام لمديرية حجر عن سعادته بحضور الدورة التي تعتبر الأولى على مستوى المديرية حاثن المشاركين على الاستفادة القصوى من الدورة بما يخدم مديرية حجر وتعرف المشاركون في الدورة عن الإعلام الجديد وكيفية استخدامه في المجال التطوعي والاجتماعي وكذا لمحة عامة عن أبرز قضايا المناصرة وصحافة المواطن وتأتي هذه الدورة في إطار التحضيرات التي تجريها مؤسسة حجر التنموية لمشروح خطوة لتمكين المرأة وتشكيل فريق إعلامي ناصر قضايا المرأة ومساندتها في شتى الجوانب نظم قضايا محاكم ونيابات وادي والسحرائي حضر موت اليوم وقفة احتجاجية بساحة المجمع القضائي بسيئون بناء على دعوة نادي قضايا الجنوب والتي تتزامن معها وقفات احتجاجية في العديد من المحافظات المحررة والتي تطالب مجلس القضاء الأعلى بسرعة إطار واعتماد الترقيات والتسويات التي أقرها مجلس القضاء في شهر مارس من العام الماضي وفي الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها موظفوء السلطة القضائية ومحامون وعدد من المواطنين ناشدوا خلالها مجلس القضاء الأعلى بسرعة التجاوب في متطلبات ومستحقات القضاء إما من شأنه البث في قضايا المنطبطة بالمواطنين لا سيما التي على ذمتها سجناء والبعض انتهت مدة حجزهم لافتين بأن إغلاق أبواب المحاكم ونيابات منذ بداية ديسمبر من العام المنصر إلى يومنا هذا كان له الأثر السلبي في قضايا المجتمع قام نائب رئيس جامعة حضرموت لشؤون الطلاب الأستاذ الدكتور سالم العبثاني بزيارة تفقدية لمركز جامعة حضرموت للخدمات الطلابية والتدريب بسيئون وأشهد العبثاني بالانضباط والترتيب الملحوظ في المركز وكذا الخدمات المقدمة للطلاب الخرجين والدارسين من أبناء الوادي كما وجه الدكتور العبثاني خلال زيارته باستكمال التجهيزات الفنية والربط الشبكي استعدادا للتنسيق والقبول في الجامعة للعام المقبل لتحقيق أهداف الجامعة في خدمة الطلاب إلى ذلك طلع العبثاني على سير العملية صرف شهادات التخرج بالمركز وبيان درجات لخرجي كليات الوادي للعام الجامعي المنصرم حصد فريق سفيرات الأمة لتطوعي بسيئون المركز الأول بمسابقة بسمة للتطوع على مبادرتهن نعينهم بأعيننا وهي عبارة عن مكتبة ناطقة قدمت لمدرسة الضيال المكفوفين بالوادي وتحتوي المبادرة على ألفين عنوان وشارك في المسابقة ثمان فرق تطوعية من الفتيات بمدريتي سيئون وتريم التي نفذها منتدى بسمة لكل البنات بتمويب مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة بوادي وصحرائي حضر موت وهدفت المسابقة لخلق التنافس الإبداعي واكتشاف المواهف الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع فيما حصد المركز الثاني في المسابقة فريق منتدى بسمة بمنطقة الرملة بمدرية تريم والمركز الثالث منتدى بسمة بحسن عوض والرميلة بتريم توجى شباب القطن بطلا لتجمع سيئون لبطولة المحبة والسلام لكرة اليد لأندية المحافظات المحررة واليد عام 2000 والتي ينظمها الاتحاد العام لكرة اليد برعاية وزير الشباب ورياضة ومحافظ محافظة حضر موت وبدعم من صندوق رعاية النشئ والشباب وجاء تأهيل شباب القطن عنق فوزه على سقر تعز بنتيجة 24 مقابل الثمانية عشر وبرصيل ثماني نقاطة فيما حل التضامن على المركز الثاني برصيل ستة نقاطة بعد فوزه على وحدة التريم بنتيجة ساحقة بثلاثة وثلاثين مقابل ثلاثة عشر هدف ليتأهل شباب القطن والتضامن للنهائيات التي ستقام في المكلة خلال الأيام القليلة المقبلة نهاية النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنبار محافظ حضر موت جرعى اللقاء الموسع بين السلطة المحلية وأنهزتها الرقابية ونظمات المجتمع المدني والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مقتل جندي وإصابة ثلاثة اجتباكات عنيفة بين المنطقة العسكرية الأولى وعناصر تنظيم القاعدة بشباب حملة ميدانية لاستعادة حقوق أراد موظفي شركة النفط بساحل حضر موت من المخالفين والمعتدين السيدات والسادة قدم لكم هذه النشرة الإقبارية من قناة المكلة المحلية إلى اللقاء اشتركوا في القناة